يستيقظون كل صباح ليشعروا بالإحباط حينما يكتشفون أنهم لم يموتوا في نومهم حيث يبقى للحياة وقع سيء على سكان هذا الحي الذي يسمى بحارة الظلام فالقاعدة المعروفة أن لكل نصيب من اسمه إلا هؤلاء لهم كل شيء من الاسم أو جاءوا لتكون التسمية كاملة من نصيبهم هنا في مدينة باجل شرقية محافظة الحديدة حيث يحاصر الفقر زهاء خمسين أسرة يقطنون الحي الذي يفتقر إلى أبسط الخدمات تنتشر الأمراض المختلفة نتيجة عدم مياه الشرب والكهرباء بالإضافة إلى غياب التعليم والخدمات الصحية بشكل كامل التداهر القائم الذي يحاصر حياتهم لا يحتمل كما يعانون من عزل كامل عن المجتمع المحيط الذي يكتفي بتصدير المخلفات عبر شبكة مياه الصرف الصحي من السكان المجاورين وهو ما يفاقم من أتعابهم استثناءات الأقدار هنا أن تمنحهم البقاء على قيد الحياة في ظل العذاب الذي يحاصرهم في كل مساحة داخل الحي كما هو واضح أنهم يفعلون أقصى ما بوسعهم لتجنب العيش فيها كذا وضع لكن لا ينجحون لا أعمال متوفرة يمكن لهؤلاء الأهالي أن يقتاتوا منها ولا فرصا تنتظرهم غالبيتهم يرزعون تحت قسوة البطالة وهو ما يدفع بالأطفال والنساء إلى التسول لمجرد سد احتياجاتهم الآنية